ما تزال قضية مجزرة جبلة تخيم على الشارع البابلي حيث شهدت محافظة بابل ما وصفت بالانتكاسة الأمنية إثر مقتل العائلة البريئة بطريقة وحشية الأمر الذي اعتبرته مفوضية حقوق الإنسان انتهاكا صارخا بحق الإنسانية لم تكن هناك أوامر قبض صادرة بحق المجني عليهم وناس أبرياء تم إبادتهم بدون أن يكون هناك ذنب ولا هناك أمر قضائي ولا هناك تهم ولا هناك جرم محدد يجرم هؤلاء بالتالي تم استخدام أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة تجاه الضحايا، إبادة جماعية، نساء، أطفال خبراء أمنيون وعسكريون اعتبروا هجوم القوات الأمنية على منزل مليء بالأطفال وقتلهم بهذه الطريقة فضيحة عسكرية وأمنية قد تؤثر سلبا على سمعة المقاتل العراقي دوليا الحل يؤقل أنه قوات تتحرك من بغداد وقوات تتحرك من الحلة وقوات محلية في جبلها كلها بسبب إخبار وعنزاعات عائلية شخصية تتحرك كل هذه القوات طيب الحركات وين؟ العمليات وين؟ أوامر الحركات شون صدرت؟ يعني ما حد دقق ما حد قال شون الموضوع؟ ما عقول هذا الحكي؟ أبناء عمومة الأسرة المقتولة من عشيرة الغرير ما زالت تتجمع بالقرب من مسرح الجريمة مطالبين رئيس الوزراء بتوضيح حقيقة ما جرى وإنزال العقوبات بحق جميع المقصرين مطالبنا أن هذا الموضوع يعطى الحق به كاملا ونقتص بشدة من الذين قاموا بهذه الجريمة لكن نريد أن نطمئن أنه نمنع التكرار غليان كبير في الشارع البابلي والعراقي إثر ما وصفت بالجريمة البشعة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إنهم فقدوا ثقتهم بالقوات الأمنية ومن الممكن أن تتكرر الجريمة مع أي مواطن عراقي له خلاف شخصي مع ظابط متنفذ في يوم من الأيام من بابل عيسى كاظم قناة الفلوجة